اشتركوا في القناة The teacher cast a light on or on two tenses معنىها لقد ألقى المعلم الضوء على الأزمنات It's just to explain Explain هنا معنىها يشرح Explain يعني يشرح هنا وبينك cast light معنىها explain clarify, elaborate اللي هي يشرح شيء طيب Here mother's death cast shadows on her wedding Here mother's death Cast shadows on her wedding ألقى موت والدتها بظلاله على زفافها يعني معنىها ذكرى الحزن ما زالت ترك أثر فيها Here mother's death Death يعني الموت Cast shadows معنىها يلقي بظلال حزينة on her wedding على الزفاف كلمة wedding معنىها الزفاف وكلمة death معنىها الموت Die يعني يموت D-I-E وفي عندنا dead يعني ميت الادجكتف عكسيها alive alive معنىها على قيد الحياة طيب She cast a glance or look over her shoulder and lift She cast a glance look over her shoulder and lift معنىها لما بتي تنظر لشخص نظرة بتدي له كتفك كده ويعني لا تلقي له نظرة شذرا معنىها إيه معنىها He looked scornfully Scorn معنىها يحتقر Scorn معنىها يحتقر شخص أو look down to look down to معنىها يحتقر أو يهين أو يقنل من شأن شخص يبقى هنا She cast a glance glance معنى نظرة equals look over her shoulder and lift معنىها لقد نظرت شذرا وغادرت أو نظرت باحتقار وغادرت طيب جميل نشوف كده الإكسبرشن اللي بعده Could you cast an eye over this research paper هل بإمكانك إلقاء نظرة على هذا البحث أو الورقة البحثية Could you cast an eye over Cast an eye over معنىها يلقي نظرة Cast an eye over معنىها يلقي نظرة and it's just for revision البروفيسور عندك الدكتور الجامعة أو المدرس بتاعك تقول له معنى الشيء إلقي لنظرة كده على البحث شوف ناجس إيه أو مزبوط ولا لا I'm innocent Don't cast your doubts on me معنىها I'm innocent معنىها أنا بريء لا تجعل الشكوك تحوم حولي I don't cast my votes or ballots in the elections Cast my votes معنىها يدلي بصوت or cast my ballots بلوت معنىها برضو عملية الاقتراع In the elections elections معنى انتخابات It's useless معنىها لا جدوى منها عارفين طبعا قصة الانتخابات يعني الواحد بريع دماغه لا بيرشح ولا بيعمل تمام فبقول I don't cast my votes or ballots in the election It's useless لا جدوى منها أنا لا أدلي بصوتي أو أقترع في الانتخابات إنها دون جدوى منهاش لازمة معنى The astrologer cast a spell on the woman معنىها لقد قام المنجم كلمة astronomer معنىها عالم فضاء تمام بيسموها astronomer الكلمتين على نفس الوزن astronomer طبعا الاتنين يعني They are completely different from each other الاتنين مختلفين عن بعض تماما astrologer معنىها منجم The astrologer cast a spell on the woman معنىها لقد قام المنجم بعمل تعويذة على السيدة قرأ عليها تعويذة سحر يعني طيب جميل جدا Cast your mind back to the first day at the company معنىها لما تتفكر واحد بحاجة كده يعني يكون نسي أصله زي ما بيقولوا فبتقول له ارجع كده بالذكرة الوارا شوية Cast your mind back to معنىها ارجع لي كده بالذكرة كم سنة وافتكر أنت كنت إزاي Cast your mind back to the first day at the company معنىها عد بالذكرة إلى يوم إلى أول يوم كنت به بالشركة أو كنت به في الشركة يعني أقول لك ارمي كبر دماغك لا تهتم Cast your mind Cast your mind From your mind معنىها ينبغي أن تلقي من عقلك المخاوف والشكوك وعوامل القلق عوامل القلق اللي هي worries مخاوف يعني Fears برضو معنى مخاوف Doubts معنىها شكوك You should cast worries Fears Doubts from your mind ينبغي أن تلقي من عقلك المخاوف والشكوك وعوامل القلق طيب الجزء دي يعني كوميدية وجميلة جدا Don't cast me in the role of a naive معنى بالمعنى البلدي الدارج خالص يعني ما تستهبلنيش أو ما تستعبطنيش يعني Don't cast me in the role of a naive معنىها لا تعاملني على أنني ساذج ما تعاملنيش أن أنا أهبل أو ما بفهمش يعني Don't cast me in the role of a naive معنىها لا تعاملني معاملة السذج أو على أنني ساذج هنا للجماعة محترفة في الصيد أو هوات الصيد زي أخوكو كده I cast during the high tide معنىها أنا أصطاد وقت المد أو أثناء المد لما يكون المية عالية I cast during the high tide أنا أصطاد أثناء المد شوف the last example He was cast into prison or dungeon without any apparent reason He was cast into prison or dungeon or jail Jail معنىها معتقل والعياذ بالله طيب He was cast into prison or dungeon without any apparent reason معنى لقد أوديع السجن دون مبرر مقبول أو مسوغ أو سبب وجيه apparent reason يعني يقول لك He raised his voice without any apparent reason لقد قام برفع صوته دون مبرر أو دون وجود مسوغ لذلك في عندنا برضو two expressions sorry أنا ننسيت أكتبهم اللي هي لما تقول لواحد don't cast pearls pearls معنىها اللؤلؤ before a swine معنىها don't cast pearls before a swine معنىها لا تلقي يعني ما تديش واحد شيء ما استحقوش لأن كلمة pearls معنىها لؤلؤ swine اللي هو ذكر الخنزير يعني الزب سموه الحلوف كده don't cast pearls before a swine لا تعطي الناس فوق ما تستحق أو لا تعطي من لا يملك ما لا يستحق آخر expression عندنا اللي هو the die is cast معنىها سبق السيف العذل العذل is cast معنىها لا جدوى أو لا تبكي على لبن المسكوب أو انتهى الأمر أو قضي الأمر قضي الأمر معنى the die is cast وبكده يكون verb cast عندنا انتهى وأشوفكم على خير إن شاء الله في حلقة جديدة مع سلسلة الأفعال regular verbs دي اللي هتساعدنا كتير لأن احنا لو نعرف إن وضع الفعل زي وضع الرأس من الجسد بالضبط تتخيل كده ندرعك الشمال واليمين دول subject object سبتين والدماغ دي والدماغ دي الفعل الدماغ دي اللي زي ما سموه CPU أو central processing unit الفعل هو اللي مبني عليه الجملة ومعظم تكوين الجملة بيكون الخطأ فيها في الفعل طبعا بصرف نضع على الأمور أخرى كان أو ما إلى ذلك وده هيتتبع إن شاء الله شرحوا فيما بعد وأشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته